من أفسوس القديمة من الطريق القديم طريق الميناء القديم أو طريق الرسل منواصل دراستنا وحديثنا عن الخطبة الوداعية للرسول بولوس لقصوص أفسوس خدم ثلاث سنين وكان على بولوس أنه يرجع لأورشاليم ومش عاوز أي شيء يمسكه أو يعطله فاستدعى قصوص القادة قصوص أفسوس إلى ميليتوس يعني تقريباً 45 إلى 50 كيلو متر يعني مسافة مش قريبة مسافة بعيدة وهذا اندل على شيء بدل أنه بولوس بالفعل كان رسول وله السلطان الرسولي لكن الأهم كانت ابتربته محبة وعلاقة دافئة مع الخدام ولسيما كانت تعتبر يمكن آخر مرة رح يكون في منطقة أفسوس عندما استدعى القصوص وابتدى يتكلم مع القصوص بالخطبة الوداعية والفحوة موجودة في أعمال الرسل إصحاح 20 أول شيء منشوف إخلاص ومثال بولوس الرسول نشوف أمانته لما تكلم بهذه الرسالة قال أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة ويتكلم بواصل حديثه وبتجارب بمكايد من اليهود أصبتني فكان بيتكلم بكل أمانة معهم أنه لما جاء لأفسوس كان متواضع جدا وكان بيخدم بأمانة رغم المكايد ورغم الاضطهاد ورغم المقاومة الشرسة والحرب الضروس اللي شنوها ضد بولوس الرسول لكن كان يخدم بتواضع ولاحظ الكلام وبدموع كثيرة يعني كان عنده قلب حساس ومحبة غامرة لهؤلاء القساوسة شيء ثاني الرسول بولوس لما تكلم مع القصوص خبرهم بأماني كان أمين أنه أعلن لهم كل إرادة الله ومشورة الله وكل الفوائد الروحية لم يخفي أي شيء بل أعطاهم كل البركة وكل الفوائد الروحية وهنا منشوف إنسان مليان بحب الله بقناعة ومش متزعزع بتعرف اليوم في ناس بيكون عنده معلومات ما بيحب يشاركها مع الآخر لألا الشخص الآخر يظهر أن يكون أفضل أو أحسن منه لكن بولوس مثالنا نحن الخدام لا يكون فيه روح الإدانة لكن تكون محبة غير مشروطة وإن الخدام يحبوا بعضهم البعض ويباركوا بعضهم البعض يسندوا بعضهم البعض ويقدموا أحدهم الآخر ويسلكوا بتواضع أمام الرب الرسول بولوس كان مثال رائع لم يخبأ أي شيء بل أخبر بكل الفوائد الروحية أخبرهم أعلمهم بكل يعني كل المعلومات كل الكنوز كل الدسم الموجودة في داخل الرسول بولوس أعطاهم لهم بكل أماني قال شاهداً لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله رسالته كانت واضحة رسالة الخلاص التوبة الرجوع إلى الله والإيمان بيسوع المسيح اشتركوا في القناة